بعد تأكيد السلطات الجزائرية وصول زوجة القذافي صفية وابنته عائشة واثنين من أبنائه محمد وهنبال إلى أراضيها لدواع إنسانية حسب وصف الجزائريين يفتح ملف آخر من ملفات الثورة الليبية يتمحور حول مصير أسرة القذافي بعد سيطرة الثوار على العاصمة طرابلس أسرة القذافي المكونة من سبعة أبناء وبنت واحدة كانت ولا زالت محطة أنظار وسائل الإعلام والتكهنات بشأن مصيرها تضاربت فبعد مقتل سيف العرب القذافي في غارة لحلف الناتو وفق تصريحات أدلت بها حكومة الثوار المؤقتة في طرابلس اختلفت الأنباء فيما إذا قد تم قتل خميس القذافي أيضا خميس الذي يرأس وحدة خاصة لحماية القذافي الأب يعتقد بأنه هو من تولى مسؤولية قمع المتظاهرين في بنغازي السؤال الأكبر يبقى دائرا حول مكان اختفاء العقيد القذافي وولده الأكبر سيف الإسلام لكن الاعتقاد السائد بأنهم مازالوا داخل ليبيا كما لا يستبعد أن اتفاقا قد تم التوصل إليه ما بين القذافي والحكومة الجزائرية لاستقبال أفراد عائلته على أن تقتصر عمليات الاستقبال على النساء والأطفال وأبناء العقيد غير المطلوبين من قبل محكمة الجرائم الدولية والذين يقودون الكتائب المقاتلة ضد قوات المعارضة وهذا ما يفسر وجود محمد وهنبال القذافي وأبنائهما ضمن قافلة سيارات الفخمة التي دخلت إلى الجزائر وفق شهود عيان يذكر أن القذافي توعد بأنه لا يغادر ليبيا وسيحارب للرمق الأخير على أرض بلده اشتركوا في القناة